وانت بتتكلم معاي تذكرت الآية اللي الرب يسوع يعني كان بيتكلم فيها معنى كوديموس في آية 13 آية قوية جدا بتقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء صحيح ابن الإنسان الذي هو في السماء في إصحاح 2 آية 25 مكتوب ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان فإذن واضح من إنسانية يسوع برضو لهوته المتميز والخارق وهو بيتكلم معنى كوديموس بقول مين للصعد لغة بيفهمها نيكوديموس بحسب النبوة في العهد القديم إلا الذي نزل ابن الإنسان الذي هو اللي بيتكلم معايا سوع بس بقوله ابن الإنسان الذي هو في السماء أيها صحيح وإذا ممكن لنختم من ناحية عملية لأنه لو في شخص نحن أو أي مشاهد عزيز حبيب نقول باللبناني بصم بالعشرة بصم أنا موافق معكم لكن هذا لا يعني أنه خلص أو استفق لأنه الشيطان يعلم كل هذه الحقائق وهو الشيطان العاصف في الختام حتى الإنسان يخلص يجب أن يولد ولادي ثانية وشبه المسيح الخلاص بثلاث صور بيوحنى ثلاثة المقطع لحضرتك ريته واحد الولادي الإنسان دائما بسأل الإنسان أنت شو عملت حتى ولدت والجواب هو ولا شيء أنا ولدت بفعل إرادة أهلي فعل فاعل تماما إذا أنا حتى أخلص لأنه معظم الناس خي كنا بوعز من كم يوم كل أديان العالم تقسم إلى قسمين كلهم بما فيه المسيحية البعيدة عن الإنجيل تؤمن أنه أنا يجب أن أعمل أعمال صالحة لتقبلها الله وليو خلصني الكتاب هو العكس تماما عمل عمله المسيح وأنا علي أن أتقبله فلست أنا العامل هو المتجاوب هو العامل وأنا الذي أتجاوب إما أخلص بأعمالي إما أخلص بعمله إما هو يقبل أعمالي ونحن عملنا كله وحشة كله سيئة قادرة وإما عمله الوحير على الصليب الذي عمله نحن ونقبله فإذا يجب أن أولد ولادة ثانية اثنين قال له ما بتفهم كيف قال له كيف أديه أولد قال له أعطيك مثل ثاني إذا ما فهمت الأول تفهم الثاني الريح تهب حيث تشاء أنت ما بتعرف من وين جاي لو وين رايحة بس بتسمع صوتها قال له كذا كل ما نولد من الروح إذا ما فهمتنا الولادة فهي من الريح هكذا عمل الروح القدس ما منفهم بالزبط شو ما يعمل فينا لكن أنت تتنفس من هذا الريح وتشعر به الروح القدس يولدنا من جديد ثلاثة قصة الحية النحاسية قال له كما رفع موسى الحية في البرية ما قال له بدون يروحوا يعبدوها أو يصلوا لها أدمولها ذبايح بس أذهب وانظر ليه؟ هل يجب أن تكون مهمة؟ لا هيك الله قال هيك بصير إذا الله قال هيك هيدا هو الإيمان إني حاول أفهم اللي قال الله لكن لو لم أفهم أنا أسلم وأطيع إن لم تولد من فوق قال له الرب لني قد يمس لن ترى ملكوت الله وأنا رجائي من كل أحباء لعم يسمعونا خي يتواضع أمام الله اقبل نعمته اقبل هذا ابن الله ابن الإنسان يلي إجا وميت عنا على الصليب يلي ناطرين عن قريب يظهر على سحاب المجد لكي نخلص يكون لنحية أبدية أكيد أكيد